على طريقة كيفية حل مشكلة بطء تيليجرام نقوم بتضغطون على ضبط الايدادات نضغطون على تطبيقات نضغطون على تطبيق تيليجرام نضغطون على ايقاف الاجباري نضغطون على الموافقة نضغطون على مكان التخزين نضغطون على مسح تخزين مؤقت ثم سوف نقوم بايقاف اعادة شغيل واي فاي خاص بكم ثم سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيليجرام سفيد هنا على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديد قم بدغط عليه وسيتم تحديد تطبيق تيليجرام وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زي اللايك والاشتراك في القناة هناك في فيديو القادم ان شاء الله